ممكن شوي الضغط أو عبء على الحكم الدولي محمد الدير كونه أنه خرج من نطاق ومحيط الوطن والمحليات ليحكم في أمور دولية في مباريات دولية أكثر هذا بشكل مسؤولية أكبر عندك؟ طبعاً مهنة التحكيم ليس مهنة سهلس تعرض لمسبات وآك مثل القاضي بس مشاركات الخارجية الثكافة القروية بتكون أوعة بكثير لكن في الفترة الأخيرة عندنا في الدورة الفلسطينية يعني بوجود سيادة اللواء وبوجود الأمن أفضل بكثير طبعاً يعني مواقف طريفي حصلت معك أثناء التحكيم أنت سجلتها يعني بتتذكرها حالياً أما حكيت أنه شاقة أعطت مخالفة أو شيء معين وين هاي المواقف بتصير معك في أثناء المباريات؟ يعني بتصير غالباً في بعض المباريات يعني أخطاء الحكم لا تكون مقصود يعني ممكن أن يوجد أحداً كامل في التحكيم الكمال لله فبعض الأخطاء ممكن يعني تظهر بطاقة حمراء ما يتقبل الجمهور يعني إحنا حالياً هل بطاقة الحمراء على الشاشة حالياً؟ أول ما حكيت بطاقة حمراء طلعتنا بطاقة حمراء يعني الحكم الدولي محمد الدير في هذه الصورة في أي مباراة كان هذا التحكيم؟ هاي كانت بين شباب الأمعري والبيري مؤسسة البيري نعم الدورة الفلسطينية ونطلع الكرة الأحمر مباشرة يعني إحنا ما نتعمد في إخراج بطاقة الحمراء الحالات تستحك البطاقة الحمراء تستخدم فقط في الملائم طيب في لحظات تحكيم مباراة أصدرت قرار لكن بعد ذلك توفرت لك الإعادة ومشاهدة المباراة ندمت على إصدار قرار معين؟ أنا لا أتندم في اتخاذ قرار يعني أتخذ قرار بدا أكون جريء حتى لو كان قرار خاطئ بضعف زملائي ممكن يعني أستاذ محمد القرار اللي بيأخذ الحكم عادة ما بيكون هو قرار يعني بناء على مثلا هو عبارة عن معلمات قواعد أساسية يتبعها الحكم مش بناء على الأهواء الشخصية لا ليس على أهواء الشخصية إنما على قانون قرارة القدم الذي يطبق في الاتحاد الدولي سواء في فلسطين أو في جميع المناطق أو الملائم وآخر شيء اللي هو بطوط كاس العالم وتم استخدام الرذاذ المتلاشي صحيح وكانت هذه نقلة نوعية جديدة الأستاذ محمد عمل على تطبيقها في الملاعب الفلسطيني كيف كان تصار تقبل وانتباع اللاعبين أنفسهم قبل الجمهور بالعكس لكل أيد هذه الفكرة لأنها تريح من مشاكل اللاعبين فأنت تحط خط لللاعبين وخط للكرة لحياة الصد فكانت بادرة من ذاتيا شخصيا ونجاعت في ذلك كانت أول مباراة استخدامتها له هلال الكدس وأهل الخليل في الخضر في بين اللاعب نبتعطي دقة ممكن أكثر للعمل دقة أفضل يعني إحنا في المباريات على الصعيد الشخصي وصعيد المشاهدين أنا أتحدث يعني إذا ما الحكم حكم بمخالفة لفريق بنشجعه يعني إحنا بصير عدونا لدود ومن البطل نحبه وإيش هالحكم ومغاوز ومش عارف إيش من هذا الكلام لكن بالفعل يعني أنت قديش بتشعر في علاقة ما بينك وبين الجماهير أو قديش بتشعر أن مهانيتك بتزيد من العلاقة ما بين الحكم وما بين الجمهور يعني بالعكس الجمهور فاكهة الملاعب مثل ما بيقولوها ولكن هناك بعض الجماهية يعني لا تتكبل الخسارة أو لا تتكبل قرار حكم معين فش روح رياضية يعني حسن بتتكبل أنه خسارة والله الحكم ومسألنا تعرض لمسبات هائلة ولكن خلاص تعودنا وهي مهنة ماشينا فيها وبنستمر فيها وإحنا يعني مثل ما بيقول يعني فيه ناس بتحارف السياسة احنا بنحارف في الرياضة يعني أنا بالنسبة إلي بصراحة بشبه الحكم مثل القاضي قاضي بك يعني هناك عدالة هناك شفافية وهناك جرأة في اتخاذ القرار والأهم من ذلك مش بالضرورة يردم جميع في القرار أكيد محمد وين بتشوف نفسك للأمام ثلاثة سنين للأمام لنطرد هذا الصقف الزمني وين محمد بيشوف نفسه إن شاء الله يعني أنا بطمح أن أحصل على نخبة آسيا حكام آسيا وأجاني مكيمين من دولة الكويت ومن سنغافورة وباستنى إن شاء الله الرد الوصول إلى نهايات كاس آسيا في الفترات القادمة ومستمر الأمام إن شاء الله نتأمل أن يكون بالفعل هناك من يمثل فلسطين في كل المباريات الدولية ليس فقط على نطاق المباريات العربية أو في الدول الشقيقة لكن أن يخرج إلى أبعد مدى ممكن أن يصل في صوت فلسطين أكيد يعني قبل أن تكون ابن قرية ابن عائلتي الحكم الدولي محمد أكيد ده غوز له ما في بطاقة حمراء لا ما في بطاقة حمراء لكن أكيد وقت الفقرة انتهى الحكم الدولي محمد بدير شكرا جزيلا لتواجدك معنا في برنامج صباح الخير مشاهدين الأعزاء فقراتنا تتواصل ما بين الرياضة ودور المرأة مشتمعيا وتمكينها أكيد سنذهب وإياكم إلى فاصل قصير وبعد ذلك عودادكم اشتركوا في القناة